هيا يا أطفال هيا رمتيا قم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يورا تقنا تعالوا هل أمو إلينا الضمو عم يزين سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يديفنا الكرى فالعم يزين يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يديفنا الكرى العم يزين يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم لا 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 تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم نفيت دعوانا واحنا يبلغاكم أقلبنا فرحانا العمل يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورت يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا فالعمو يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورت يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا ألعمو يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم مساء الخير إذن أحبائي عمو يزيد جد سعيد جد سعيد ليروا معكم اليوم هنا في هذه المدينة مدينة الجسور المعلقة ابن بديس شكرا 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 وكيف أسمك ألاء لابن بديس لإمام عبد الحميد ابن بن بديس نسبة لماذا وش Bueno وش سرق وش سرق شكل يعرف يا الله شكون 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 كون شكون تني شطر شطرة هاتي واسمك ، إنتي اسمي آمال آمال سحل في عمرك أمال 13 عام 13 عام الله يبارك نسبة لمن قلنا الإمام عبد الحميد بن أباديس رحمه الله وش ما صرفي هذا اليوم هو أنهي لولد فيه شيخ العلامة عبد الحميد بن أباديس لا لا خطأ 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 لا 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 ما يستطيع أن يقولي تعرف عطيل الشاطر هذا واسمك واسمي ناسيم ناسيم نسبة لماذا لوفت العلمة عبد الحميد بن باديس في أي تاريخ أي تاريخ في أي سنة توفي العلمة عبد الحميد بن باديس يلا هدون يجيب لهم سؤال آخر بسح معلش عطيل الشاطر هذا عطيل الشاطر هذا واسمك عبد المولى قادم عبد المولى 1940 1940 برافو تعال تشفيقه حره حره أروح معي أروح اللي يكون عنده جواب يقدر يجيب قامعنا يلا خليه يقعد معنا تفضل ابقى معنا هنا أقعد يقعد معنا شكون تاني شكون يقدر يقول لي ماذا أسسها عبد الحميد بن باديس رحمه الله هذه سهلة في أي سنة في أي سنة ماذا أسسها شوف مع الشاطرة هذه واسمك بنتي اسمي ذيكرة ذيكرة الله يبارك حال في عمرك ذيكرة 11 سنة 11 سنة ماذا أسسها عبد الحميد بن باديس جمعية لعلماء المسلمين في أي سنة في 1945 1945 40 ماذا في 1440 ما عليش ما عليش هروحي يقعد معنا تفضلي خلوه تلعطي قعد معنا تعالي هروحي زيد شكون يقعرف التاريخ تأسيس جمعية لعلماء المسلمين شكون يقعرف شوف الشاطر هذا واسمك ولدي أمير أمير وقترش أي سنة 1935 لا لا مش شيف 1935 30 يالله شكون 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 شوف الشاطره هذي واسمك بنتي بسمة بسمة الله يبارك بسمة وقتش 1931 في اي يوم ما قلوه لك قولك تاريخ برك اي يوم اي يوم لا لا 16 افريل ذكرى وفاتوا في اي يوم شوف الشاطر هذا هذي قتلوا ماما خلاص في خمسة ماي في خمسة ماي اروح تقعد معنا تعالى تعالى شكل يقلي تعالى تقعد معنا تاني الشاطرين يقدروا يطلعوا يقعدوا معنا احبائي عبد الحميد بن باديس رحمه الله اسس جمعية العلماء المسلمين في خمسة ماي 1931 عمو يزيد لكم اغنية اسمها 16 افريل اغنية خاصة بهالي اليوم باديس يا علامه كنت شمعية امامة تحرقية الدين الظالمة وتنور في الظلمة وعيد شعب الامة ودعيت للسلام بمبادس يا علامة كنت شمع يا إيمان تحرقي الدين الظلمة وتنور في الضلم وعيد شعب الأمة وتعيد للسلام المدرسة هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي إذن الأولياء من فضلكم الطفل بالفطرة بطبيعته يحب يروح للمدرسة إذا في يوم شفتوا أن الطفل ما يحبش يروح للمدرسة عليكم بالتوجه للمدرسة بيش تشوفوا علاش حتما كين سبب لأن الطفل يحب يقرأ ويحب يروح للمدرسة يا قيادة فالتحبوا المدرسة برافو 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 موسيقى مدرسة بي مدرسة بي كم أحب مدرسة بي اسمها دوما في شفتي أشتبها كأغنيتي هي كنز المعرفتي فلتحياء مدرستي 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 كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشتبها كأغنيتي هي كنز المعرفتي فلتحياء مدرستي فلتحياء مدرستي اسمها دوما في شفتي أشتبها كأغنيتي هي كنز المعرفتي فلتحياء مدرستي فلتحياء مدرستي 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 كم أحب مدرستي لكسب العلم تتبناني على مستقبل ترعاني هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي اسم العلم تتبناني على مستقبل ترعاني هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي مدرستي مدرستي لم أحب مدرستي أدرست فيها مع إخواني أمضي إليها بتفاني ألعب أمراح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي أدرست فيها مع إخواني أمضي إليها بتفاني ألعب أمراح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي مدرستي 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 لم احب مدرستي ما احدها ما ابهاها لا تنساني لا انساها ويزيد في قلب هواها سنة من بعد سنتي سنة من بعد سنتي ما احدها ما ابهاها لا تنساني لا انساها ويزيد في قلب هواها سنة من بعد سنتي سنة من بعد سنتي مدرستي مدرستي تم أحب مدرستي اسمها دوماً في شفتي أجلوها كأغنيتي هي كنزل معرفتي فالتحياء مدرستي فالتحياء مدرستي اسمها دوماً في شفتي أجلوها كأغنيتي هي كنزل معرفتي فالتحياء مدرستي فالتحياء مدرستي شكراً 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 تفضلي بنتي تفضلي شكراً 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 الشاترة شكراً على بيلكم في الشهر الفضيل رمضان عم يزيد دار أغنية أغنية يقول فيها طلى هلال طلى في السماء رمضان 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 نجاع رمضان 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 جاء بالنور والهدى تغنوها كامل معايا رمضان رمضان جاء عم يزيد يتغنى بالشهر الفضيل شهر توبة والغفران يلا رمضان رمضان جاء بالنور والهدى كما المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء للمسلمين أتى ينادي رمضان 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 جاء فيه الهدى خير للعباد رمضان 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 جاء رمضان رمضان جاء بالنور والهدى خير للعباد وأجر زيادة رمضان 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 جاء رمضان رمضان جاء رمضان رمضان جاء بالنور والهدى خير للعباد رمضان رمضان جاء بالنور والهدى خير للعباد رمضان 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 جاء رمضان رمضان جاء رمضان رمضان جاء رمضان رمضان جاء بالنور والهدى خير للعباد رمضان 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 جاء بالنور والهدى خير للعباد رمضان جاء رمضان 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 جاء أجواء جميلة وأنا مع أهلي رمضان 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 جاء ثبعد سيام نفتر ونصلي رمضان 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 جاء طلّى هلال طلّى في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كامل مسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء أحبائي رمضان عنده الريحة انتاعه عنده التقاليد انتاعه نفتره مع الأهل انتاعنا نصبعد السيام ورمضان هو الشهر وين الانسان يتقرب بالعبادة من الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 تعرفها؟ أعطي لها الميكرو ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجيبي سيعاقبني معلمي أشد العقاب ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجيبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجيبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب هذه الأغنية هذه كي ينشطر في الأخير نقول فيه من اليوم فساعدا ساهتم بواجبي وتلميدا مشتهدا لأفرح أمي وأبي مهم جدا أنه التلميد يقوم بالواجبات انتعه في الوقت انتحه تراكم الواجبات من بين الأسباب لي خليك ما تحبش المدرسة يا قياد فال إذن كامل تغنوا معي ويلتي يا ويلتي لما أقوم بواجبي ويلتي يا ويلتي لما أقوم بواجبي وتعاقبني معلمتي في أشد العقابي ويلتي يا ويلتي لما أقوم بواجبي وتعاقبني معلمتي في أشد العقابي قبل بدء الدرسي قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صمتي أمكام قبل بدء الدرسي قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صمتي أمكام ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجيبي ستعامبني معلمتي بأشد العقاب ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فرود الغداء وصرت الآن في محزيبي ويعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فرود الغداء وصرت الآن في محزيبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجيبي ستعامبني معلمتي بأشد العقاب بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراكب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به سرخت وعطتني سفرا وعقبت بكتابته أكثر من مئة مرة كلا لم أقم به سرخت وعطتني سفرا وعقبت بكتابته أكثر من مئة مرة ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجيبي ستعامبني معلمتي بأشد العقاب من اليوم فصعدة سأهتم بواجيبي وزي الميدا مشتهدان يفرح أمي وأبي من اليوم فصعدة سأهتم بواجيبي وزي الميدا مشتهدان يفرح أمي وأبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجيبي ستعامبني معلمتي بأشد العقاب شكرا 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 أحبائي المقطع الأخير هو المهم والأهم من اليوم فصعدا سأهتم بواجيبي وزي الميدا مشتهدان لأفرح أمي وأبي برافو 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 كين أغنية ما عندهاش بزاف اللي كتبناها جديدة أغنية جميلة أنا شخصيا أحبها هذه الأغنية دارها عم ويازي تشقول طفل يسأل الوالد انتاعه يقول يا أبتاه قل لي معنا الإحترام كيفاش الوالد راح يفهم ولده واش هو الإحترام كيفاش تحترم الناس لأنه عندنا قناعة تمة باللي الإحترام مهم جدا في المجتمع المجتمع اللي يكون عايش بخير هو المجتمع اللي فيه له غسبي الإحترام شوفوا الأب كيفاش يجاوب ولده يقول له يتكلم له فيه تلت عشطر الشطر الأول يقول له لا ترفع صوتك بالحي مهم جدا لماذا يقول له فعجوز نامت وصبي مريض مثلا وبعد يقول له لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما لازم يدير لاشا مهم جدا تاني يقول له لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستعذن من فيه أو تسمع منه مردا أحبائي الإحترام مهم جدا إلقاء السلام الاستئذان ما ترفعش صوتك في الحي تحترم الناس لما تكون تتكلم مع الناس تستنى حتى يكملوا الهدرة ديالهم باش تكمل تبدأ تهدر مليح أننا نسمعوا لبعضنا بعض يا أخي تغنوا كامل معايا يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه قل لي قل لي معنى الإحترام قل لي معنى الإحترام يلا الإحترام مع بعض يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الإحترام يا ابني فامعنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألم وعجوز نامت وصابي لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألم وعجوز نامت وصابي يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الإحترام يا ابني يا أبتاه حيثم إذا وقت معنا في سنتنا والإسلام خيه هيا وقبر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالإحترام رجلا يكبر كاسهنا هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يقبر كاسرنا يا أبتاه يا أبتاه ولي معنى الاحترام يا ابني فامانا في سنتنا والإسلام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما يا أبتاه يا أبتاه ولي معنى الاحترام يا ابني فامانا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسبق غيرك ظلما أو تسمع منهم غيرك يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا أبتاه يا ابني فامانا في سنتنا والإسلام شكرا 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 أحبائي الاحترام مهم جدا 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 في المجتمع المجتمع لازم يعيش باحترام يا أحبائي يا أخي لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين شكرا لعمو يزيد اللي شرف وليت قسنطانا وفرح طفالنا لأن سيغار واحد يجينا بشي فرح لولاد ولا خلالنا قدام فرحنا شكا مرسي بوكو مرسي بوكو بوكو نشتر عمو يزيد شترا على اختراش طلعنا نشكرو عمو يزيد على الحفلة هذي الهيلة اللي فرحنا لولاد وعلى جلتوجينا من بعيد احنا من ابواقي ونشكروه بزاف ونتمنى وعاودونا حفلات كما هذي نشكر عمو يزيد على هذه الحفلة وان شاء الله هم تكونش الاخيرة هزبطني الحفلة رائعة ربي ان شاء الله يعيشنا بلادنا ووليداتنا وشبالنا ربي يحفظكم ان شاء الله وربي بقي عليكم استر يجعلوا ان شاء الله من رمضان بروك على جميع المؤمنين اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية او باللاتينية بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات واكثر